سبق أن ذكرنا أن الطهارة تكون بالماء الطهور فإذا عدم الماء الطهور فتكون بما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب وفصلنا القول في كيفية الطهارة بالماء الطهور في الحدث الأصغر وذلك بالوضوء والحدث الأكبر بالغسل وانتهينا من هذه المسائل والآن نتعرف على كيفية رفع الحدث الأصغر والأكبر بما ينوب عن الماء وهو التراب الطهر وذلك فيما يسمى بالتيمم ويعرف أهل اللغة التيمم بأنه القصد ويعرف التيمم شرعا بأنه التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص حكم التيمم التيمم واجب لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة فالصلاة إذا كان محدثا وأراد أن يصلي يجب عليه أن يتطهر بالماء الطهور فإذا عدم الماء الطهور وجب عليه أن يتيمن بالتراب وكذلك التيمم هو مستحب لما تستحب له الطهارة بالماء تستحب الطهارة بالماء لقراءة القرآن فكذلك يستحب عند عدم القدرة على استعمال الماء أو عدم الماء يستحب له أن يتيمن بالتراب حتى يقرأ القرآن أو يصلي النوافل الدليل على هذا الحكم قوله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهنا عند عدم الماء يكون البدل التيمم بالتراب فيأخذ حكما وقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير السؤال هل التيمم بدل عن الطهارة بالماء في الحدث والخبث الجواب هو بدل عن طهارة الماء في الحدث سواء كان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر قولا واحدا لا خلافة في ذلك في المذهب وكذلك في غير المذهب وفي النجاسة فيه خلاف هل التيمم بدل عن الطهارة بالماء في النجاسة أو في زوال الخبث فيه خلاف والمذهب الحنبلي أنه يتيمم للنجاسة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم للنجاسة إذا كانت على بدنه أو على ثوبه ولم يقدر على إزالتها فيتيمم لهذه النجاسة والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول والصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط واستدل على ذلك بأمور منها أن التيمم عن الحدث هو الذي جاءت به النصوص ولم ترد النصوص بأنه يتيمم عن النجاسة تقع على الثوب أو على البدن والأمر الثاني أن طهارة الحدث عبادة فإذا تعذر الماء تعبد الله بأن يمسح هذه الأعضاء أعضاء الوضوء بالتراب وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه ولو بلا نية فإذا تخلى منه طهر منها وإلا إذا لم يتخلى صلى على حسب حاله لأن طهارته بالتيمم أو التيمم عن النجاسة لا تؤثر في إزالة النجاسة والمطلوب إنما هو إزالة النجاسة وتخلية البدن عن هذه النجاسة هذا والله أعلم